كل هذه النقاط التي ذكرناها سنناقشها مع الدكتور كمال حبيب الخبير في الجماعات المتشددة والذي ينضم إلينا عبر الأقمار الإصطناعية من القاهرة دكتور أهلا بك معنا دكتور كمال يعني بداية ما الذي يمكن أن نعرفه بالإضافة إلى ما ذكرناه في التقرير عن انتهاكات وعن ممارسات ووحشية جماعة بوكو حرام طبعا بوكو حرام كما نعرف أسسها محمد يوسف ثم ورثه أبو بكر الشيكاو ومعروف أن أبو بكر الشيكاو كان قد بايع تنظيم داعش سنة 2015 وتبنى طبعا يعني الإجراءات التي أو المنهج أو الاستراتيجية التي ينهجها داعش والقائمة على فكرة التوحش والبدائية والعودة إلى ما قبل حالة الحضارة وبعد أبو بكر الشيكاو يعني تولى أبو مصعب البرناوي أيضا وتعتمد كما أشارت تقرير هذه الجماعة المتوحشة كما قلت التي تنهج أو تريد أن تعود بالناس إلى ما قبل الدولة وإلى حالة البداوة الأولى تستهدف بشكل أساسي النساء وتستهدف الأطفال وهو استهدافها للنساء والأطفال ربما يتعلق بجزء مما أشار إليه تقرير مركز اعتدال وهو أن المرأة بالنسبة لهذه الجماعة تعد العدوان عليها وخطفها والذهاب بها بعيدا عن أسرتها واقتحام المدارس وكما حدث أخيرا باقتحام أحد المدارس في شمال شرق نيجيريا وخطف 110 من الطالبات كل هذا الكلام يريد أن يحدث به نوع من التحدي لما يطلق عليه الحضارة الغربية والحضارة الإنسانية بشكل عام وأنتم تعرفون أن المرأة وخاصة البنات الصغار المتعلمات وكذلك الأطفال يعني يمثلنا بالنسبة للعوائل وبالنسبة للأسر يعني يمثلنا شيئا مهما خاصة البنات يعني حتى بالنسبة للبنات المسلمات يعني يمثلنا عرض الأسرة وبالتالي هو يريد أن يذهب يعني التنظيم الوحشي يريد أن يذهب إلى مناطق حساسة ليس فقط يهز بها الضمير الإنساني على المستوى الحضاري وإنما أيضا يهز بها السلام الاجتماعي أو الاستقرار الأسري على مستوى المجتمعات الإسلامية وهذه الجماعة في الحقيقة استنادا إلى الثلاثة ركائز التي تقوم عليها والتي أشار إليها التقرير تذكرني بجماعة التكفير والهجرة التي ظهرت في مصر في فترة السبعينات والتي كان يقودها شكر مصطفى وهذه الجماعة أيضا زهبت إلى يعني ليس الخطف وإنما إغواء النساء وأخذهن إلى حيث كان تقيم هذه الجماعة ويتزوجن بأفراد من أعضاء الجماعة وتفاجأ الأسر أن بناتهم اختفت بدون أن تعرف أي شيء ثم تدخل هذه البنت الصغيرة إلى عالم التنظيمات السرية وإلى عالم التوحش هذا وإلى عالم مفارقة مجتمعها ومفارقة أسرتها بل وقد تصل حتى من ناحية ليس فقط الإغواء النفسي وإنما أيضا الإغواء الفكري حيث يمكن أن تكفر مجتمعها أن تكفر زميلاتها أن تكفر أبيها وأمها فهي أقرب ما تكون إلى جماعة شكر مصطفى وهذا أحدث في الواقع هزة اجتماعية خطيرة في هذا الوقت في فترة السبعينات وأثار قلقا كبيرا كما هو حادث الآن في نيجيريا نيجيريا الآن آخر عملية التي قامت بها بوكو حرام بالاختطاف البنات من مدارس علمية وتقنية هذا صدقة ضخمة جدا دكتور كمال بالمقارنة وبالنظر إلى الجماعات الإرهابية المتشددة سواء القاعدة أو داعش وغيرها لماذا اعتبر البحث الذي أعده مركز اعتدال جماعة بوكو حرام بأنها الجماعة الأكثر وحشية لماذا هذه الصفة بالذات؟ هو الجماعة الأكثر وحشية لأنه لو قارننا الطرق التي تستخدمها جماعة بوكو حرام يعني لو عملنا ملاحظة لكل العمليات التي أو تحقيق لأغلب العمليات التي قامت بها نجد أنها أول جماعة تستخدم المرأة وزي ما بيقول تحوسل المرأة يعني تحوسلها يعني تعتبرها شيء ولا تعتبرها إنساناً بمعنى أنه إذا كان يريد مثلاً أن يهاجم هدفاً معيناً فهو يرى أن المرأة تستطيع أن تحقق ما يريد أسهل من الرجل بحيث أنها كما أشرت تقرير تستطيع أن تخفي الزنار اللي هو المفجر تحت ثيابها تستطيع أنها لا تكون موضعاً للإجتباه تستطيع أن تصل إلى الأماكن التي يريد التنظيم أن يصل إليها بشكل سهل فهو أكبر تنظيم استخدم المرأة في تاريخ الجماعات المتطرفة أو الجماعات الإرهابية هذا التنظيم متخصص في هذه القصة لو قارناه بغيره من التنظيمات مثلاً حتى تنظيم داعش نفسه تنظيم داعش صحيح هو أول تنظيم أيضاً يستخدم النساء بهذه الطريقة ونسبة النساء فيه تصل إلى 10% واستخدم النساء في أماكن متعددة خاصة في ليبيا بشكل أساسي وفي منطقة سيرت وغيرها لكن تبقى بوكو حرام هي الأكثر وحشية والأكثر بدائية والأكثر استهتاراً بحياة المرأة وبحياة الأطفال لدرجة أنه كان يفخخ الطفل أو يفخخ المرأة ويذهب به لينفذ عملية أو شيء من هذا القبيل طيب دكتور كمال هل يمكن أن نذكر مثلاً بعض المواقف أو بعض التواريخ الهجمات التي كشفت مدى وحشية هذه الجماعة التقرير ذكر بشكل وأنتم ذكرتم أيضاً التاريخ التي هي تاريخ أول عملية قامت بها امرأة أيضاً هذا التنظيم هو الذي قام بها كما قلت الملاحظة الأساسية هناك عمليات كثيرة جداً كانت المرأة تستخدم فيها مثل الأسواق العامة مثل الكمائن الشرطة مثل كل هذه الأماكن استخدمت فيها النساء استخداماً واسعاً يعني مما جعل التقرير يعتبر أن هذا التنظيم هو أكثر التنظيمات وحشية وبدائية آخر عملية من العمليات كما قلت هي عملية اختطف فيها 110 من الطالبات وطبعاً التاريخ التنظيم يعج بعمليات ربما لا تتوقف كثيرة جداً ذكرت في تقريركم وذكرت أيضاً في تقرير اعتدال وتوحي أن التنظيم يستخدم المرأة كأداة أساسية ويستخدم الأطفال أيضاً ولذلك نظر إلى ما يذهب إليه سواء من اعتداله حتى الأظهر الشريف اعتبر أن ما يقوم به هذا التنظيم هو عمل وحشي ضد الشريعة وضد الإنسان وضد العصر وضد العالم نعم وضد الإنسان نعم دكتور كمال أنا أشكرك جزيلاً على هذه المداخلة دكتور كمال حبيب الخبير في الجماعات المتشددة كنت معنا عبر الأقمر الصناعية من القاهرة شكراً جزيلاً لك شكراً لك